موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة جاكم حسان لاروسي في سلسلة شرح الويندوز 8 ميزات الويندوز 8 اليوم عندنا من دلس راح نشرح به نوافذ الاكسبلور او المتصفح الرئيسي الويندوز 8 اللي هو اللي تصفح به الملفات يعني ما سوي اختلاف تام عن الويندوز 7 يعني ما دا شوفون بس نقدر ندوس على هذا الزر او نقدر ندوس كنترول F1 راح يطلع عنا هذي اهم الاختصارات اللي نستخدمها بشريط الادوات ومسويها اا متشابهة حيال كل برامج المايكروسوفت اللي هو نسل الوفيس او الاكسل من هذا البرامج ااا نجد ان تشوفون كل ما نفتح ملف انه هل تطلع عنا اختيارات جديدة واشياء جديدة هاي القامة نقدر نخفيها بس ندوس على هذا الزر بس ما قلنا وبس نطلع مجرد ندوس عليها نطلع اختصار او ندوس هنا نخليها ثابتة يعني نخليها ثابتة مثلا سرح نشرح الميزات مالتها مثلا سرحنا بالكمبيوتر مجرد ان نفتحنا الكمبيوتر رح تطلع عنا البابرتيز والاااا بدون ما نشر بدون ما نشر رح تطلع عنا البابرتيز والنيم وهذا الاشياء بس انا نختفى مالذين نستعملين الاكسز ميديا والمبني تورك درايفر هاي كلها تموجودة بالمندوس السابق بس هنا نحطيها باشكال مختلفة والكونترول بنال ولاننا نستل البروغرام كلها شاهد موجودة اختصارات هميان بس نسويها بشكل جديد نبدأ ننتقل على قاملة فيو نطلع عنا شلون اااا نطلع نسوي اظهار الملفات او فيتش الشائع مثلا سعنا هاي الابتشن نقدر همي ان نخفيه نطلع الملفات المخفية من هنا اوشن الملفات يعني فشي جديد والفايل اللي هي من الكماند مرافوات الكماند وهي الاشياء يعني هاي الاقتصارات كليتها بتقدر انت واحدة كتشوفة كل ما ندخل على ملف يعني مثل ستطعنا اقتصار جديد مثل عن ال drive نجد نسوله cleanup او format نجد نسوله كل هاي كل ما ندخل على فتشي ونحدد اهميا راح تطلع لنا اختيارات مثلا اذا اشارت على فيديو او اغنية راح تطلع لك play all او ال to play list هزا الاختيارات وعندك هنا الاختصارات مثل عن ديور ريديو يعني دخني صحة فالشي او خليت فالشي تقدر ترجعه والدليت وهنا الاختصارات اللي تريدهن يعني ينظاف عني بهاي القاعدة اه وهنا تسوي نيو فولدر جديد وهنا ال properties مع الملفات مهمين كالعادة نشوفون شن الموجود ال bnt testbar هذن الاشياء تقدر تسويها بين نرجع اه هنا الباقي والهاي كلها نفس الشي مثل ما قلت لكم بدون تخفونها القاعدة تظهروها وال control بنال نفس الشياء ماكو اي فرق نفس الشي يعني كلها الباقي بسمهم هذا الميزات الجديدة بالمتصفح ال windows يا ربي كنا لدروس المفهوم الميزات مفهومة وسهلة نلقاكم في الدرس الجاي من سلسلة windows 8 واذا تريدون تشوفون الدرس السابق الموجود قدامكم بالشاشة تحياتي لكم وياكم حسان الآلوس اشتركوا في القناة نعم شكرا